موسيقى 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 بو نبدوها أولا بإسماعين بالناصر قبل ما نبدوها بوخفي في أخوتي هذا الماتش اللي رح يلعب غدوة الجزائر ضد ليبيريا كل واحد وشي يقول واحد يقول يتحسب واحد ما يقول ما يقول ما يتحسبش العلم عند الله ما من الأخبار هاده العلم عند الله هاده بشنا ندخله ديرك في الصاميم المفروض تاع هادية نورمال مو يخرج مسؤول فيها مختص في هاد المجال أو المسؤول في هاد المجال يقول ناسك الماتش تاع غدوة يتحسب للفيفا يتحسب لها هزيمة هاد الأمر نورمال مو المسؤولين يقولون أسك بوغرة ولا جامل بالماضي ولا الاتحادية المفروض هما يخبرونا بش يعطونا تطالع بو بش ما نطوش عليكم خوتي راكوا تشوفوا هادية واسمها مونديال سبورت مونديال سبورت هادية وش تقول لك تقول لك ياود باريس سان شرمان إلى تهمة يعني لأنه متهم بل راه هو يطارد إسماعين بن ناصر بو طار جامعة يعني راه هو يحوس على إسماعين بن ناصر وش يقول لك غابة عن تشكيلة ميلان بسبب الإصابة أفضل لاعب في آخر كأس إفريقيا يعني للأمم في مصر مع ذلك يحتفظ بتقييم ممتاز في سوق الانتقالات غابة عن تشكيلة ميلان نعم بالي عن تشكيلة جزائر في سوق الانتقالات كان إسماعين بن ناصر الذي كان مستهدفا بالفعل من قبل باريس سان شرمان الصيف الماضي لا يزال في أوراق تدريب الباريسي لتصديق مسابقة وسائل الإعلام الجزائرية يقول لك وسائل يعني هنا باش باش تشوفوا بلي وفقا لمصدرنا يمكن إدراج لاعب خط الوسط الأرجنتيني لياندرو باريديس في هذا الانتقال لكن سيتعين على باريس سان شرمان مواجهة منافسة شديدة في هذه القضية مع اهتمام مانشيستر سيتي وريال مادريد بشكل طططاناناني يعني قلق الأخبار هذا سيتيت 2019 والأخبار تعليهم اللي رام يقولوا باريس سان شرمان ريت جريمور بناصر اللي عودة ولات البناصر اللي مزرعوا في قائمة باريس سان جرمان اللي عند الله رام يقولوا مصادر جزائرية أو صحافة الإعلان الجزائرية اللي رام يقول في هذا الخبر وراهم يقولوا بللي الإعلام الجزائرية وفقا لمصادرنا الخاصة مصادرنا الخاصة أنا دي قام مدخلش فيها رأسي وضحت الأمور ما لقيت مننا ولا مننا يعني هذي كان ميلانيوس ولا هذوك اللي يعطوك صحيح ما كانش ما لقيش هكذا بو نجو لعيساماندي عيساماندي لابلكم ماركة الإسبانية وأصلا هما دباس إن شبايني يعني قمة هاد الصحافة ماركة وأصلا إسبانية المعروفين المتداوالين في إسبانيا ويعطوك غير صحيح بو رأخوا تشوفوا تقول لك أسبوع لإغلاق رحيل باكا ووصول مندي يتوقع فيا ريال عن توقيع قلب الدفاع وهو واثق من استكمال رحيل مهاجم القولمبي يعني خلاص المهاجم القولمبي للبيع وعيساماندي خلاص رم التفقين معه يقول لك جدول أعمال محدد لهذا السوق فيا ريال لدى فيا ريال حيث تم إغلاق ثلاثة حالات بشكل عاجل وأكدوا في النادي أنه لا داعي للإستعجال ولكن قبل التوقيع تكون الأولوية لتحديد رحيل بعض اللاعبين هذه هي كما اللي صاركت معه واسمه معه مع محمد فارس لازم يروح لعب باشي يدخل لعب حتى يكونوا مضاو ولا يكونوا بالتفق الرسمي معه وكذا الحالات التي تم تحديدها هي استمرار خوان فويت لكن تشوفوا يقول لك في الأسبوع الماضي تم إغلاق وصول خوان فويت عندما أصبح خيار شراء 15 مليون متاحا ساريا بعد تلك العملية من المفترض أن تؤدي هذه البداية هذا الأسبوع إلى إغلاق قضيتين أخريتين مثل رحيل كارلوس باكا ووصول عيساماندي في حالة المهاجم الكولومبي نجح النادي بالفعل في تفعيل شرط الجزائي الذي كان موجودا به يعني خلاص هذه مشاهلة مندي هذه سيكون من الضروري فقط جعله رسميا بينما في حالة المدافع عيسى مندي لم يتم سوى الحد الأدنى من التفاصيل يعني بقت واحدة تفاصيل صغيرة ويمضي العقد ويعلنها رسميا من الإجراءات الصغيرة لوصوله إلى النادي لا بلانة ليتم الإعلان عنه ليتم الإعلان بقت جزئية صغيرة ليتم الإعلان عنه بالإضافة إلى ذلك الظاهر خامو تتخلنا منهم هذا هو عيسى مندي ما لازم يروح هذا خلاص تفاهموا باش يبيعوها رح يتباع وكذا وتقريبا رح يبيعوه يجيبوا عيسى مندي ويعلنوا عليها رسميا في فياريال ما تتخلقوش خوتي وكل شيء ما كاتبة لحد الآن ما زال حتى الميلف تأورا ومشي ميلف حتى كما نقول الكونطرة رحي وجدة غير يروح يسني خلاص أوفيسيال تقدر تصرى أمور ونحن ما نتمنوهاش ما تمش هذه اللي حبينا النقطة دائما نوصلوها بل ما كانش أمور يعني مشي ماركة الإسبانية وقاس هضرت على عيسى مندي وكان واحد الجاردة قال لك دار فحصة طبية كل شبقات غير كما نقولو الأوراق راي على الطاولة يروح يسني ويعنوه رسميا وتقدر ما دام ما سني مشي يعني ما راهيش شوفوا نجول هادي يا انسايد فوتبول شو قبل ما نجول انسايد فوتبول نعودوا نقولولي عنبعتها لهذه واحدة البارح صاحبي كما راكوا تشوفوا اللي هنا يا ونترجمها لكم هذا يا واسمه صاملي صاملي من داخل منشيستر سيتي صحة فيه موتق والكل يشهد يمكنهم المغادرة اذا كان هناك عرض جيد يمكنهم المغادرة اذا هذا صاملي اللي قالها اذا كان عرض جيد يعني هذا لا يعني انه مرح يرحله نراهم في قائمة للبيع اذا جاء عرض مليح دون نقول لكم علش اللي عندنا الصحيفة التانية تدخل الموضوع مليح اذا ما جاش عرض مليح فرياض محرز باقي يعني راهوا في قائمة البيع قال لك من الواضح انه لن يغادر جميع اللاعبين المذكورين راهوا في القائمة للبيع ومن الواضح انهم ممكن ما يتباعوش فمحرز مدرج في قائمة البداية الى حد كبير لانه يبلغ من العمر 30 عاما ولم يتبق سوى عامين على عقد كيفش جد دول شوفوا سير سيلنينج بقوله عامين ما زال ما جد دولوش كيفين دي برون جد دولو لانهم خلق واتقين السفقة باللي رام حابين يخلوه هادو ما رام في الشيك باش يبيعوهم اي جاج عورو دمليح يبيعوهم اذا ما جاج عورو دمليح ما يبيعوهم شفهمتوا القضية والراهي وعليش بيب كوردولا عرض سبع لاعبين على وسمهم برشالونا دو نوضح لكم معلاش ركو تشوفوا هادية كما قلت لكم انسايد فوتبول هادية واش تقول لك خطة مانشيستر سيتي تتحدث مع الثناء حول العقوبة العقود الاجيلة يعني رح يحكو مع رياض محرس يخطط نادي مانشيستر سيتي لاجراء محادثات مع مهاجمه رحيم ستيلنغ ورياض محرس لمناقشة مستقبلهما في النادي بحسب يورو سبور هكذا واش تقول لك اذا اداء ستيلنغ للمواطنين في الموسم الذي انتهى تتطيح ولا ستيلنغ تضمن 14 هدف و12 تمرير حاسيمة في الساعة 40 تتطمه منش اكسبه لعب محرس ايضا دورا مهما في فوز مانشيستر سيتي باللقب بالدور الانجليزي الممتاز فخر كنس مع هكذا مهما يعني ممتاز بالاضافة الى رحلته الى نهائي دور ابطال اوروبا قال لك حيث سجل 14 هدفا وقدم 9 تمريرات حاسيمة في 48 مباراة في جميع المسابقات ومع ذلك فقد تم التشكيك في العقود الاجلة لكل من ستيلنغ ومحرس يعني يقول لك ومع ذلك وش قدم ريض محرس تم التشكيك يعني يراهم دائرين هم في الليسان للبيع إذا جاه عرض ملاح يبيعوه إذا ما جاش ما يبيعوه هذا وش حبينا نفهمه باش الوضح الأمور تتوضح نهائيا حيث كما قال ساملي سوا سوا من المقرر أن تنتهي عقود كيل اللاعبين في مانشيستر سيتي في صيف على عام 2023 بطل الدور الإنجليزي الممتاز بصدد تحديد موعد محادثات مع كل من ستيلنغ ومحرس حول أدوارهم المستقبلية في النادي سجل ستيلنغ الهدف الأول الإنجليزي خليني من ستيلنغ توا معي يتوني بستيلنغ ومن المحتمل أن يغادر غابريال خيسوس وإمريك لا بورت فارق هذا موشيستر سيتيزن هذا الصيف حيث يتطلع أبطال الدور الأوروبي الممتاز إلى منح فارقهم نظرة جديدة في الموسم المقبل نظرة جديدة وهذه هي يبدو أن موشيستر سيتي في خضب فترة انتقالات صيفية معقدة مع بقاء العديد من مستقبل نجوم غير مؤكد غير مؤكد بقاء النجوم يقضوا رياض محرس راح غير مؤكد يعني يديروا تجديد وشي يقول لك يقول لك يعني يهضروا نسيت مدر تلكم سبون نحط لكم الجار دل تحت لأن كي كنت يقول لك المال النظيف عند هدراهم تقدر تجيب هالاند تقدر تجيب اللاعبين اللي تحب ما والمال النظيف هم دخلوا في محكامة قريب من عم دور ابطال اوروبا مرام حابين هالاند كي جات سو مت اوفوق ميات مليون جبدوا رحم ورام حابين يجيب هالاند ورام حابين هالاند يجيب هالاند ويجيب هالاند ويجيب هالاند ويجيب نفس المنصر لان يبيع خصص ما يبقى لهم حتى رأس حربا وهذا الزوج رأس حربا هالاند يلعب مليح رأس حربا ويلعب كم مرة تجي تحكي على هالاند هالاند يلعب كما اسلام سليماني يعني يلعب تسع نص فو ناف يعني يلعب تسع يقدر يلعب تسع ونص راكم شايفين مشي لازم يكون مور المهاجم فعلى هادي يحب تبيع اللاعبين وراه يدير الليستة وراه يحرز داخل الليستة بشهادة صام للموثوق من داخل موثوق اللي يشهاد له بذلك أنه موثوق كين ونقلكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام